حالوا نشوف المركز لعلامة مجلس الوزراء قال لنا ايه على اللي حصل في سينة خلال العشر سنين اللي فاتت دي ارض الفيروز اللي بتبدأ في جنيه ثمار ملحمة مشروعات التنمية في العقد الاخير اللي هو العشر سنين دي رؤية المؤسسات الدولية بقى عندي منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بتقول ايه على احنا عملناه ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بتقول ايه على اللي احنا عملناه وقدي السفير كريستان بيرجر اللي هو رئيس وفد الاتحاد الاوروبي في مصر لما بقال انه مع افتتاح محطة الرياح في خليج السويس تتخذ مصر خطوة مهمة للحد من ظاهرة الاعتباس الحراري تعالوا شوفوا شركة يمسل حقل ظهر شركة ايني الايطالية وقدي التحسن في المؤشرات اللي كنت في سنة الفين واربعتاشر فيه 8,737 مشتغل النهاردة عنده 9000 وشوية تعالوا شوفوا يعني شبكات الصرف الصحي قادة الطفرة اللي حصلت فيه الاستثمار والصناعة شوفت عندي الرقم ده 530 مليار دولار مليار جنيه دول الانفاق الحكومي فقط لكن باقي الانفاق وصل لحوالي تريليون دي كل دي حاجات اتعاملت تعالوا نشوف الطفرة اللي حصلت في البنية التحتية 5000 كيلو طرق 7 كباري 5 انفاق عندي مشروعات السكر الحديد لا ارجع لي مليش مشروعات السكر الحديد عندي السخن العالمين مرسى مطروح 675 كيلو متر فيها 21 محطة عندي ده البكرة ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله خط السكر الحديد الفردان بقر العبد العريش طابة بطول 500 كيلو جاري تنفيذ المرحلة الاولى من الفردان حتى بقر العبد بطول 100 كيلو دي ان شاء الله بعد بقر فيه تجريبها يروح داره معالي الفريق كامل وزير يوم الاثنين القادم ان شاء الله غير المواني البحرية تماما مواني وتطويرها وغيره قطعات البنية التحتية عندي المدن الجديدة سمع مدن الجديدة عندي 5 مليون ناس المستهدفين عندي 56.3 واحدة اسكان 56 ألف واحدة اسكان عندي 54 ألف واحدة اسكان اجتماعي مشروعات توفير الطاقة في سيناء والمدن القناة ادي ابرز ادوني فرصة يا جماعة ارجعوا لي تاني ادي مشروعات توفير الطاقة في سيناء والمدن الجديدة ابرز المشروعات عندي القدرة الاسمية لمحطة كهرباء الشباب الجديدة عندي 15 ألف ميجا وعندي القدرة الاسمية لمحطة كهرباء العين السخنة 1300 ميجا ادي عندي مشروعات طاقة المتجددة عندي الدعم بالغاز الطبيعي قد ايه عندي مشروعات الغاز كل دي مشروعات كل قصة من دي كل سطر قصة كبيرة جدا بس عشان الوقت انا باجري بسرعة غيره يا ساروت ادي مشروعات التنمية الزراعية والسروة السمكية في سيناء ومدن القناة ابرز مشروعات التنمية الزراعية والسروة الحيوانية عندي ادي سروة حيوانية وزراعة عندي مياه وحماية من مخاطر السيول عندي مشروعات الزراع السمكي عندي حماية السيول عندي 561 منشأة تم انشأها بشمال وجنوب سيناء غيره يا ساروت عندي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بقى في سيناء ومدن القناة اهو ده مهم جدا جدا عندي 120.10 مستفيد من برامج الدعم النقدي عندي 20 مكتب لتأهيل زاوي الاعاقة عندي 4.10 مليار تكلفة الدعم النقدي دي كل خدمات التضامن الاجتماعي ودعم السلع التموية زي ما انتم عارفين وعندي قادي تطور منظومة التعليمية والصحية في سيناء قادي التعليم خبل الجميعي والتعليم الجميعي وعندي الجامعات عندي 4 جامعات اهلية وعندي 3 جامعات حكومية وعندي مدارس تم انشاء الاول مرة وعندي يعني توفير لعلاجة عن نفق الدولة قد ايه والمبادرات الرئاسية 1.7 مليون خدمة تم تقديمها ضمن مبادرة 100 يوم صحة 51.9 ألف عملية جراحية لابناء سيناء غيروا يابن ابرز المشروعات السياحية والثقافية ادي المشروعات السياحية طبعا يعني بناء الانسان ده كان جزء اساسي من الخطة ادي مشروعات سياحية ثقافية وادي مشروعات تراثية زي مشروع احياء المصاري العائلة المقدسة واللي بيبدأ من شمال سيناء حيث تم تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والاثار للمشروع تنفيذ مشروع التجالي الاعظم بمدين سانتي كاترين بدأت انشاء مظار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدسي طوة دي ابرز المشروعات اللي كلفت الدولة قرابة التريليون واكتر كمان خلال المرحلة الماضية اشتركوا في القناة